يا مساء الفول على كل مستمع الراديو وتسعين تسعين وحلقة جديدة من حل ودنك بذكر الله آآ ساعة كاملة النهاردة على الهوى مع اجمل الاغاني والانشيد الدينية النهاردة في حل ودنك حلقة مختلفة وجميلة مليئة بين الغنى والانشاد والمعلومات ضفنا فيها فنان محبوب وليه شعبية كبيرة جدا في الوسط الفني كمان والوسط الفني الانشادي ضفنا تخرج من معهد الموسيقى العربية تخصص اصوات واعتمد كمان مطرب بالازاع وتلفزيون عام الفين والازاع انتجت له اعمال عديدة وايضا كمان التلفزيون المصري وشارك بالغناء آآ في العديد من الاعمال الدرامية كما شارك كمان ايضا مع الفناء الكبير احمد مكي الغنوة المشهورة ترقت بابك يا الله ايضا هو من عازفي العود المتمكنين وهو من ملاحنين كمان المميزين آآ واتكتب عنه كتير كمان من الصحفيين المتخصين في الصفحات الفنية في الصحف المصرية والمجلات العربية وليه اعمال كتيرة جدا وعديدة من الحان الدينية والوطنية والاجتماعية كون فرقته الخاصة بيه وعمل بيها حفلات كتيرة آآ خاصة وعامة داخل مصر وخارجها آآ ضفنا كمان آآ يعتبر هو السلسط بفرقة عبدالحليم آآ ميويرا الموسيقار طبعا المعروف للموسيقى العربية بدار الابرة المصرية وشارك كمان في مهرجانات عديدة داخل مصر وخارجها وحصر كمان على جواز عديدة وشهادات تقديرية من خلال هذه المهرجانات وده طبعا اللي هنعرفها منه هو ايضا كمان من مؤسسي اول قناة فضائية مصرية لاطفال وكان من الشخصيات المؤسرة والمحبوبة في هذا آآ المجال هو كمان من اهم مدربي ومعلمي المقامات الموسيقية آآ في مصر معنا ومعكم النهاردة الفنان الكبير مصطفى النجدي اهلا بيك وكل سنة وانت طيب ومنورنا وآآ رمضان كريم. الله اكرم عينا وعليك وحشتنا يا فتاح والله وحشني بمهور تسعين تسعين وكل سنة وانت طيبين. رباني يعود علينا وعليكم بخير يا رب. امين يا رب انت دايما بتبقى معانا في حل ودنك آآ انت السنة الفات بس ما جيتش بس معايا. لكن انت الحمد لله برضو من الهول ايه من ضيوفنا المتميزين والاحنا دايما بنتشرب بوجوده آآ معانا على تسعين سعين وبذلك كمان في برنامج كمان حل ودنك. عزيزي. انا عملت مؤدمة كبيرة جدا ليك. وانت تسايل اكتر كمان من كده. وبشكر كمان برضو يعني الرئيس تحرير محمود الجلاد طبعا على الكتابة الجميلة والمعلومات اللي هو وفر خالي لضيفنا النهاردة. لكن انا آآ عايزة اسألك آآ وابدأ معاك. اقول لك انت تجهت الانشاة الديني واصرت على تعليمه برغم انك خريج مععد موسيقى. وانت فنان. يعني انت بتحب تقول مسلا انا محبش اكون منشد وما حبش اكون مبتهل. انا فنان شامل. مظبوط. صحي كده? مظبوط. فانا عايزة افهم بقى ايه التوليفة دي? بص يا سيدي صلى على النبي. عليه سيطول السلام. انا بقى بقول لك الحكاية. قول يا سيدي قول. شوف انا انا عايزة اقول ان كلمة فنان تندرج تحتها كل الوان الفنون. تمام. وهي كلمة شاملة. تمام. فلما اقول فنان دي. مم. يعني بفضل الله بتنطلق على حد بيعرف يعمل واحد واتنين وتلاتة واربعة. تمام. ده بشكل عام. بشكل خاص بالنسبة لي انا. مم. لما درست الموسيقى وتخرجت وتعلمت في المعهد. مم. اه. وعرفت يعني ايه انشاد ديني بعد فترة كبيرة. مم. من دراستي. اه انا ميولي كانت كاملة. لان انا حسيت اني بينقصني الموضوع دي. انت درست انشاد ديني جوه المعهد? لا انا درست موسيقى عربية. موسيقى عربية بس. اه. الانشاد. اه. يعني مفيش حاس ما يدرست انشاد فيه تعليم موسيقى بشكل عام. مم. بس الانشاد ليه قوالب. مم. لما الواحد بيتطرقلها بخش فيها. مم. بتبقى بتوديف حتة تانية. القوالب اللي انت بتقول عليه داية انت اتجهت لها بعد بعد دراست. بعد ما اتخرجت واشتغلت في الاوبرا. اه. حسيت ان الموضوع غني جدا. واي حد بيحبيك متميز. اه. ما ينفعش ما يدورش عليه. وبيقول لك المنشط دايما يعرف يغني. لكن اللي بيغني ما يعرفش ينشط. هي هي هو هي المعنى مش يعني. معنى شيف تتقل كده. اه هقول لك. بالبلد يعني. عشان بس الناس ما دهلوش مننا. اه. هي هي حرفة الانشار الديني صعبة. صعبة. صعبة لان اه ليها اساسيات وقواعد. تماما. غير الغنى. يعني انا بعلم انشاد وبعلم غنى. مم. ما ما بعملش المجهود الكبير في تعليم الغنى زي ما بعمل المجهود كبير في تعليم الانشاد. لان الانشاد آآ آآ بوابه كتير قوي. تماما. تفاصيله اعمق واصعب. عشان كده اللي بيعمل الحاجة التقيلة يعمل الحاجة طيب انت حفزت على الموضوع دوت بنخل طبعا آآ انت استهويت طبعا الموضوع بتاع الانشاد وحفزت عليه اكتر آآ من الغناء العاطفي. الغناء خلاص انا انا عرفت يعني كل حاجة وقدر عمل اي حاجة في اي وقت. احنا هناخد بالدوم من ده. طيب احنا عايزين ايه زي ما قولتلي كده صلى على النبي. انا اللي بقول لك بقى صلى على النبي كده. ونبدأ معك الحلقة كده. تحب بقى ايه نمدح الحبيب المصطفى. يا اللهين. يا اللهين. يا حبيبي يا رسول الله يا سيد الخلقنا مدح على بابا وانا ايه اكون بين محاسيبك وانا ايه اكون بين محاسيبك وانا ايه اكون بين محاسيبك وانا احبابك ده كل خلق الله احباب رسول الله حتى اليمام والغمام ضلل على ركابك ده كل خلق الله احباب رسول الله حتى اليمام والغمام ضلل على ركابك. والعنكبوت قال حبيبي مين حيو صلو صلو عليه. يا سامعي ان صلو. عليه افضل الصلاة والسلام واحسن تدرش. تعني اطلع فاصل بقى ونرجع نكمل معاك اه هل بيكون صعب على اي منشط بقى يجمع ما بين الغناء والانشاد وبيتميز في الاتنين زيك كده ولا لأ. بس نطلع فاصل الاول. ولسا بكاملين حل ويدنك وضيف النهاردة اه المطرب والفنان صديقي مصطفى النجدي. اه يعني اقول ايه ده المطرب الاول كمان لدر الاوبرا. اه في الاغاني العربية وفي الانشاد كمان. طيب اه مصطفى احنا قبل الفاصل قلت لك امتى ازاي هالموضوع بيبقى صعب جدا علي منشد انه يحافظ اه ما بين الغناء والانشاد لما يكون كمان منشد وبيه غني. اه. ازاي بقى? صلى عندي. على صف السلام. هي صعوبته في انه تعود على الانشاد. يعني انشاد. اه. هو بيبقى الراجل حافظ كرآن كريم وعارف اصول اللغة العربية. ام. فبيبقى صعب عليه يغني الغنى العادي باللهجة العادية بتاعتنا زي ما بنتكلم. ام. غصب عنه بيغني بيقول لغة عربية برضو. تمام. يعني يعني لو غنى حاجة العامية. تليه برضو بيعمل يخرج الفوز. فبيبقى صعب على ما يتعود. ام. ان يقول عادي. هو الميزة ان ان الواحد لو بيبقى دارس هنا عادي وما فيش اي مشاكل. تمام. ويرجع يفهم الانشاد بيتعلم بقى الانشاد بعد كده. ام. فيقدر يجمع باللاتنين. انما صعب يبقى اصله منشد. ام. ويعرف يغني عادي. بياخد وقت ويتعب جدا يعني. ياخد وقت يعني. طبعا بيتعب جدا. طيب. طيب. انا بقى برضو في المقدمة برضو. قلت برضو انت بتعزف عود. اه. فامتى انت بقى بتمسك العود بتاعك وتبدأ التلح. لما لايك الكلام بيخطب قلبي. اه يمسك يعني. على طول اقوم مسك العود حضنه يدي طلع منه اللي يطلع بقى. زي ما عملت. اه والله. زي ما عملت كده في الربعيات بتاعت اه احبك يا رسول الله. انا اسمح حاجات من النهار ده ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا يعني انت على كده ما بتغنيش اي حاجة مثل الحانة من بره ولا لازم انت الحانك? لا لا طبعا لا انا بص اقول لك بقى بفضل الله وبقول دي لكل الناس اللي اللي حابة تتعلم موضوع ده. حتى لو عندك ملكة التلحين وانت بتغني. اه. ما تعتميتش عن نفسك بتول وقت. لان ان انت شخصيتك واحدة. اه. اللي بيطلع منك من احساسك كمغني هو بيطلع من احساسك كملحن. فلازم تسيب نفسك لملحن واتنين وتلاتة وعشرة. اه. عشان بيشوفوا فيك زوايا غير اللي انت شايفها في نفسك. ما حدش بارف شوف نفسك كويس. تمام. فالملحن بيطلع جوانب من صوت المغني. اه. حتى لو كان هو عنده ملكة التلحين. بيطلع جوانب اه ممكن مبقوش وقت باله منها. اه. فالميزة ان انت تشتغل من شغل غيرك ان ان انت بيضيف لك انت كمغني. او كمنشد. اه. ان انت بتقول بصمة كل الملحني دي بصوتك انت. فيبقصوتك منوع الناس ما تزقش منه. انما لو فضلت تلحن نفسها فقط. اه يا خلاص انت بصمتك واحدة. كمغني وكمنشد كملاحن. انت نفس الشخص. فأنا بحب بحب اعمل شغلي واخد من غير كتير. وده برضو بتنصحه برضو لاي حد برضو. اه طبعا. 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 لصالحه هو. لصالحه هو. اه. طيب اه انا عارف برضو ان انت دورك كبير جدا في مدرس الانشاد مع الشيخ محمود اه التهامي. وعارف لو انتو طلعتوا اجيال كتيرة بصراحة من المنشدين. ومتالي طلعتوا اكتر من اه تلتاشر اربعتاشر دفع يعني. احنا دلوقتي الدفع غير الدفع الحداشر. الحداشر صح? عشر دفعات. عشر دفعات. بشاء الله. وطبعا اه ما ننساش اه اخوي وصديقي الجميل العنصر الاساس في مدرسة الشيخطاء الاسكندراني. اه. اه من من اهم الناس اللي موجودين. طب دورك انت ايه بقى ودور اه اه الشيخطاء الاسكندراني. الشيخطاء طبعا يعني اه من مشايخ العزماء. ومن الناس اللي هي تربط على اصل الانشاد. طبعا والده يعني الشيخ ابراهيم اسكندراني يعني. يعني البيت كله خير وكله فضل. الشيخطاء بيعلم الولاد. اه اه يعني ايه انشاد بجد الاصل الانشاد. عشان ما يندرجوش ويخرجوا برا المضوع. عايزين كل مرة نرجعهم للاصل. تمام. فبيقول لهم طبيعة الانشاد والتوشيه حتى بتعمل ازاي والبطانة بيقول لهم اصل الموضوع. اه الشيخ محمود بيتعامل معاهم في في ازاي اخرج من مقام لمقامه ازاي? اعرف اه ارتجل من الارتجال يعني. اه بالنسبالي اه بسقفه فنيا وموسيقيا اه بدرب صوته. بعلمه ازاي اخذت صوته صح. اه اعلمه ازاي مساحة صوته من فين مقامات يفهم يقدر يبقى مع اي فرقة او كستر يبقى زي زي هم. يعني باختصار اه بخليه زيه زي اي حد درس موسيقى في معاهد او فوكولات متخصصة ايه. طيب انا اه اه وانت يعني لما انا بقى لما حلقاتي في حل يودنك بتكلم عن مشايخنا العزماء الادام فكان مسلا اه الموسيقار عمار الشريع رحمة الله عليه كان يقول لك الشيخ طالفاشني انا جمود يعني دايما الملاحين كانوا بيسيبوه له مساحة اه كتيرة جدا عشان هو بصوته بيدي اكتر من الالة. ايه وصوته غني. هل فيه برضو منشيدين عندكم في المدارس اه او الدفاعات اللي انتو خرجتوها فيه برضو ناس اه. عشان ما انا بخص حد بصراحة فيه فيه ناس كتيرة يعني فيه اصوات. وبذات انت بتعلم مزيكة. اه اه. اه. لأ مشاء الله. فالحيطة دي بتاحتك يعني. لأ مشاء الله يعني يعني بلاقي نمازج كتيرة جدا جدا ما هو من عند ربنا بالفطرة. اصوات ما شاء الله اكبر يعني على غرار فعلا المشيخ القدامة. طبعا كل واحد دي بصمته. ولكن لما يبقى في الفترة دي نلاقي موهبة بالقدرة دي. بفضل الله. انت بتوظفه بقى اكاديميا. اه بنوظفه بقى حابه يعني يعمل كنترول على صوته. ويعرف امتى يقول عربية امتى ما يقولش امتى يعني. اه. بيتحط في قلب ما يملش المستمع منه. تمام. انت بقى جايب لنا اه ادعية جايب لي دعاء اهو اه يعني متسمي حتى بدعاء اول رمضان. ولو ان احنا تمرنا النهاردة سبعة. خلصناش العشر قولين بقى هو رمضان. ماشي. وطلق لي وجايب برضو طلع على البدر علينا غير برضو حاجات كتيرة يعني. بطلقين روح نسمحهم مع بعض. يلا بينا. يلا نسمحهم ونكمل بعد كده كده كده. لسوا كمليين حل ودنك اه على الراديو تسعين تسعين هواها مصري ووضيفي الفنان مصطفى النجدي. يعني بصراحة توزيع جديد لطلع البدر علينا ومغنية بصراحة حاجة جميلة جدا يعني. حبيب ده من زوقك والله. والله احسنت. احسن اللقاء ليك يا رباني يا كريم يا كرب. طيب احنا عايزين نتكلم شو بقى عن دار الاوبرا المصرية اضافت ايه بالفنان مصطفى النجدي? بصراحة. انت او ما خلصت على طول الكلية تعينت. سبعة وتسعين اه رطع الاوبرا على طول. تعينت. اه الاوبرا بصراحة. اه. اعلمتني يعني ايه فن. يعني ايه احترم فني. يعني ايه احترم جمهوري. لان هو مكان يعني المركز الثقافي القاومي للبلد. فلازم اكون على قدر المكان ده. ومازال. ومازال طبعا. 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 يعني يعلمني يعني ارتست. اه. فدي اضافة مهمة جدا. لازم كل فنان. اه. يعرف ازاي يحترم فنه. يحترم نفسه. يحترم شكله. يحترم جمهوره. وده مهمة اول من الحاجات الاساسية للأوبرا بتعلم لأي فنان. لا والاعلام دلوقتي يبقى مهتمة جدا بالفنانين الابرا بقى بيطلعوا دلوقتي ما شاء الله دلوقتي في كل البرامج بصراحة اصوات اه يعني شابو يعني. الابرا مليانة ما شاء الله حاجة اه يعني. طيب اضافت لك ايه برضو الابرا برضو لانشاد الديني. شوف يا سيدي الانشاد الديني الابرا فيه. مش انت دخلت فرق الانشاد الديني. طبعا ده انا ما تعلمتش في فرق انشاد الديني بتاعت الابرا دي. برا اه في الابرا. ده دي دي اكتر ما كان علمني. طبعا. بعد ما اتخرجت وكل حاجة. اه. ده اللي حبيبني في الانشاد. اه. طب حكمنا بقى. الرصيد اللي خدته من الانشاد الديني. اه. وكمية الموشحات والحاجات اللي اتعلمتها بصراحة اه ما انكرش ان هي اللي وصلتني لحتة بفضل الله بتميز فيها عن غيري. اه. لان هي فيها كمية اه اه حاجات مش موجودة في اي حتة تانية. لحقيقة. الابرا عمل فرقة فرقة الانشاد الديني بدور الابرا مصرية. لفت العالم لفنا العالم. وقادم فرقة تعتبر في الوطن الحرب كلها. ومنشأة بقرار رئاسي. اه. من الدولة. اه. بتقدم كل الوان الفنون الانشاد الديني. يعني انتوا غنيتوا فيها انشاد ديني. كل حاجة. واغاني دينية. كل انت عايز. حاجات بقى بتاعت اه موكلسوم وزكريا احمد بقى. كل قوالب الانشاد اللي في دماغك تقلت في الفرقة. يعني لو انا قلتلك ده تسماعنا حاجة للموكلسوم. هسماعك حاجة للموكلسوم. طيب تسماعنا ايه ديني ديها? ديني. عايزيني حاجة كده زكريا احمد كده. الحان. طب ايه رأيك لو عملنا حاجة جامدة جدا. الناس بتحبها ومنلاحن كبير جدا ما حبه. مين? سنباطي. سنباطي. اه. تعال نجرب كده. ليه ايه بقى? خلناها مفاجعة. طب يالله ايه. جينا على روضة هلا من الجنة فيها الاحبة تنول 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 كل اللي تتمنى جينا على روضة هلا من الجنة فيها الاحبة تنول 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 كل اللي تتمنى فيها طراب وسرور. الله. وفيها نور على نور وكاس محبة يدور واللي شرب غنة فيها طراب وسرور. وفيها نور على نور وكاس محبة يدور. واللي شرب غنة. وملايكة الرحمن. كانت لنا ندمان. بالصفح والغفران جاية تبشرنا. يا رد حبايب ما ينولوا. ينولوا ما نولنا ينولوا. يا ربي وعدهم يا رب. يا ربي وقبلنا. يا ربي وقبلنا ينولوا. لحد بابتو واما تجلالي بالدمعي ناجيتو واما تجلالي واما تجلالي بالدمعي ناجيتو بالدمعي ناجيتو الله عليكم يا رب يوعدنا انا وانت وكل المستمعين وكل اللي بيسمعونا يا رب يا رب تعالنا نطلع على النقطة طيب يا رايحين بقى للنبي كمان باردو انتا جيبهننا كمان عايز صلى الله عليه وسلم دي بتاعة ليلة امراض نسمحها بصوتك نسمحها بصوتك يا مزيك يا براعيات جمعية مصطفى محمود وسمعنا من مصطفى القلب يحشع كل جميل لايف احسنت يا مصطفى وسمعنا كمان اه اغنية دينية انت عاملها اسمها اه الله هموم الحياة بص انا لسه كنت بقول لها حالتك ايه بقى ده كنت بقول لك الفضل ان المغني او المنشد اللي حتى عنده ملكة التلحين ايوه لازم يغني من الحن غيره دي مش لحني عشان دي انا بثبت اللي بقوله مش بقول كلامه خلاص دي كلمات الشاعر الجزائري ضياء الدين جعرير والحن المنشد فارق سعيد اه عجبتني خدتها اشتغلتها عملتها اه حاجة مختلفة يعني اه ليه كل واحد بتاخد البصمة بتاعته وتقولها بشوتك ده دي اضافة لأي مغنية انا بلاحن حواليك دلوقتي الحاني انت هتشوفها اه اه في خسيرة احبك يا رسول الله هتلاقي موضوع مختلف برضو فهنا لازم المغني احبك يا رسول الله اه هنشوف الربعات اللي كنا عاملينها مع الشعر الكبير عم تزيز جوي ده اه اه دي اهمية المغني اللي حتى عنده ملك التلحين ما يعتمدش عن نفسه بس لأ لازم ياخد بصمات كل اللي حواليه لازم تاخد طبعا هيضف له هيضف له كمغني يعني طيب كلمني بقى عن اه صندوق التنمية الثقافية اه احنا عارفين انت بتدرس في بيت الغناء العربي صح؟ بدرس اتابع لصندوق التنمية الثقافية اه بدرس اه غناء اه كلمنا عنه بقى وايه الفرق بينه بين تدريسك الانشاد وتدريسك كمان الغناء بس يا سيدي اه زي ما قلتلك في اول الحلقة ان الانشاد ليه طابع والغناء ليه طابع تاني خالص جميل انا لما بدرس تمام لما بدرس انشاد اه بتبقى اه مقاوماتي وادواتي غير يعني ايه غير انا بترجط حد عنده مقاومات انه يكون منشد او مقتهل اه فبديله بشكل تاني خالص بدعمه بموشحات باللغة العربية اه فيها صراء فني جامد كمية مقامات كتير طب وبتدي برضو او الاشعار الصوفية برضو بتشغل عليها برضو بس بس باعتمد اكتر على اللغة العربية الفصحة لان ده اساس الانشاد الدين تمام تمام الغناء العربي اه اكسر حاجة بتحصل الموشحات الااندولسية اللي هي العادية الحاجات اللي هي العادية اه فيها لغة عربية بس مش بصعوبة الانشاد الدين فم happened to me فما بعملش مجهود في تدريس الناس العربي زي ما بعمل مجهود في تدريس الانشارة دي. فهي فرق كبير من دو ده. اه. ومع ذلك بشتغل للي عايز ده. بديله اللي هو عايزه بفضل الله. اه. وبديل ده اللي هو عايزه. وفي الاخر الحمد لله رب العمين بيبقى بصمة الواحد في الموضوع. وبشوف نمازل بتشغل في الواحد. يعني في خرجتوا دفعات برضو. كتير طبعا. اه. انشأت برضو هنا. اه. في بيت الغناء العربي اه. خرجنا دفعات غنى عربي. اه. لسه كان من قبل رمضان بحاولي اسبوع العشرة ايام. ما خرجين دفع حاجة. ما شاء الله مش ريفايا. طيب انت جايب لي برضو الله اكبر وكبيرة. اه. كلمني عنها عشان عايزين نسمح. دي من الاعمال اللي بموت فيها. اه. المسكارك الكبير ربنا يبارك في عمره وصحيته. وخاطبني كمان السفية. خاطبني السفية دي. اه. يعني حاجتين. اه دي الحاني كلمات. دول لها نسمحهم. الامام الغزالي. اه. فانا عايزك بقى تقول لي بقى ايه بقى موضوحهم يعني. دي كلمات الامام الشافعي خاطبني السفية. الله اجور كبيرة. اه. من الحان دكتور جمال سلامة ربنا يبارك في عمره وصحته. اه. من الحان اه. اه. الحان دكتور جمال سلامة. دي عملتها بتوزيع جديد يعني. انا عملتها بالرؤية بالعود كده انا بحب اعمل دايما حاجات. بالعود. اه. بشكل كده معين. العود نفسه. اه. بيبقى ليه اكتر من تراك. بمبيان معي توزيعات وهنا الحاجات فاكرة كده شكل انا بحب اعملو مع نفسي. تمام. فالحاجات اللي بتلمسني بحب اعملها بالشكل ده حط فيها بصمتي انا. مش مش بعلي على حد. طيب احنا نروح نسمع حبا. يلا نجار. اه عشان بس ايه. عشان وقتنا كمان. نشوف كده. يلا بينا. الحلقة جاريت معاك يا درش. والله. خمسة وخمسين اهو. طيب. فعجالة كده سريع كده. اقول مدمكي وساوي الاحترام. طبعا. راجل من شخصيات المحترمة جدا. فنان كبير طبعا. ومهزب جدا جدا. عمل الحدوتة. قولي الفكرة جات ازاي بشورك? الفكرة هو عمل الحدوتة بتاعته بعدين قال لي انا مش عارف اعمل ايه واغنى الرب بتاعه كله وقال لي عايز اعمل حاجة بسلطك في الموضوع ده. ام. فاقلت له طيب خلينا نجرر. عمل الرب بتاعه. مخلص كل حاجة. طب انت غنيت راب برضو? لا لا هنا بقى كانت فكرة جديدة. اول مرة تعمل الفكرة دي ساعتها. عملناها نفزناها. اه. يغني راب وانا اقول شكل ابتهال حواليها. اه. فدخلت قلت طب هعمل شكل اللي انجربه. الشكل اللي انت هتسمعه دلوقتي ده كانت التجربة بتاعتي. اصره وقال لي هي ده اللي هتنزل. يا عمد احنا بنجرب. قال لي لا اول ده اللي انا عايز. يا سيدي ربنا اوفاك على دولة مصطفى وانت نورتني وشرفتني وكل سنة وانت طيب حبيبي. ورابطان كريم. ودائما كده في حل ودنا كده دائما تبقى اضيف معنا. ده بيتك يعني. ربنا يكرمك يا ربي عبد. شكرا لك. شكرا لكل مستمعين تسعين تسعين وكل سنة طيبين يا رب. كل سنة طيب ودرج. وانت طيب بخير يا حبيبي. دايما هيكون معكم زميل عبدالرحمن صوي في اه اهم واحدث الاخبار في الديئة الاولى. وكمان بعدها كمان استوديو تسعين تسعين تسعين